السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم في بجه جديد تعالوا نحضر الجمال ده بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا مش تاخد منك وقت ولا مجهود وكما مش تاخد منك اي مقادير معقدة تابعيني للنهاية اسكولي لو صلى الله عليه وسلم على ابدا للصلاة والسلام هنقول بسم الله الرحمن الرحيم تعالي يوريكي الجمال رحفة جدا جدا اول حاجة هنجيب اي بولة عميقة وهنحط فيها كوبايتين من الدي هنضيف عليهم رشة من الملح ومعلقة صغيرة من الخميرة الفورية ومعلقة صغيرة من السكر وهنقلب المكونات الجفة دي مع بعضها بعد كده هنحط عليهم معلقة كبيرة من الزيت وهنضيف مية دافية شوية بشوية لغاية ما نجمع المكونات اللي موجودة معنا زي بقى ما تحتاجي مية وضيفي ما فيش مشكلة خالص اهم حاجة بس انها تبقى عجينة معينا في الاخر طبعا اي عجينة مش هينفع عن عجينة غير في ايدينا بعد ما عجنتها كده حطيت شوية دي على الرخيمة علشان اعرف آآ عجينها شوية فيبقى القوام بتاعها املس ومنيسب بعد كده لكنتها بقى تخمر كده شوية يعني نص ساعة كده سيبيه سواء نختمرت نص اختمار او اي حاجة هي نص ساعة كافية هناخد بقى العجينة بتاعتنا وهنبتدي نشتغل عليها هندي بس رشة دي كده على الطبع علشان العجينة ما تلزقش فيه وهنبتدي آآ ناخد العجينة علشان نحشيها وبعدين نعملها كورة كل الكمية اللي موجودة معنا دي هنحشيها ونعملها كور اول واحدة خدتها هو فردتها وحطيت الحشو بتاعي عبارة عن جبنة شيدر مبشورة او اي حشو انت حابات استخدمي استخدمي فيش مشكلة خالص زي ما تحبي وبعد كده اروح مقفل على الحشو وعملها كورة وراكنها على الطبع اللي انا حطها فيه دقيقة وكزا لغاية ما خلص كل الكمية اللي موجودة معي كلها هتبقى كور مش لازم ازبط شكلها الاول يعني بعد ما حشيها بقى ازبط شكلها بالشكل ده لغاية ما نعمل كل الكمية اللي موجودة معنا بعد بقى ما نخلصها هنروح جايبين وهنسيبه يسخن واول ما يسخن هنديه دهنا كده من الزيت عشان العجين ما يلزقش فيه ومن غير يعني اي بقى تضيئة وقت خالص هنبتدي نستخدم اول كور كورناها عشان دي كن ارتحت شوية لغاية ما نخلص كل الكمية اللي موجودة معينا انا عايز اقولك انها بتستوي كويس جدا يعني وبتاخدش سواني دقيق بسيطة جدا وبتبقى استويك معي وبتستوي كويس كمان والحشوة كده بتدوب فيها وتبقى جميلة جدا جدا شايفة الجمال وشايفة مستوي ازاي من جوة جربيها انا متأكدة انها هتنال اعجابك ولو عجبتك ما تنسيش سبيلي في الكومنت وطعك واحدة كمان عشان اواريكي شكلها من جوة بس كده او كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو مانا لكم سعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته